اشتركوا في القناة وزوجته الملكة ماريا لويزا وهما والدي مؤسس المتحف فرديناند السابع ومنذ ذلك الحين ابتدأت إدارة المتحف بالسعي نحو الحصول على أعمال غويا سواء كان من شأها المجموعات الملكية أو في أي مكان آخر ويحتوي المتحف ما يقرب من 150 لوحة و500 سكيتش فضلا عن سلسلة من النقوش وقد سحر فنه كل من الفنانين ومحبي الفن وتم تحليلها من قبل المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس إلى جانب الفوز بمكانة بارزة في الأدب والسينما عمل غويا تقريبا كمعاصر من قبل أكثر فناني القرنين التاسع عشر والعشرين وقد أدت قدرته على كسر آفاق جديدة إلى استمرار تأثيره كان شاهدا استثنائيا على فترة تمتد بين قرنين من الزمان وعصرين مختلفين أما نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر فنه يتناول العديد من الاهتمامات الجمالية والأخلاقية التي لا تزال ذات أهمية قصوى للبشرية حتى اليوم رسم غويا نفسه في عدد من المناسبات وهذا البرتري الذاتي لوحة صغيرة الحجم حميمية الطابع يظهر وهو في سن التاسع والستين وتؤرخ في فترة التوتر التي تلت عودة فرديناند السابع عندما شعر بعدم الأمان بشكل متزايد حول الكشف عن تعاطفه الليبرالي في وقت كان يتم فيه استعادة الملكية المطلقة صور نفسه بصراحة كبيرة كفنان مرتدياً الرداء التقليدي للفنانين وفي نفس الوقت لا يضيف سمات تشير إلى شخصيته فيركز المشهد عبر إضاءة اللوحة على ملامح وجهه ونظرته التي تعكس التحديق أو الذهول وكان أول أعمال جويا للبلاط الملكي هو رسم مفروشات المساكن الملكية وصنفت هذه الرسومات ضمن الرسوم الزخرفية وهذه السلسلة من الرسوم التي رسمها جويا عملت على تأسيس مجده في البلاط الملكي وجعلته معروفاً بشكل أفضل وكانت فرصة انتهزها بتفوق ففي يوليو عام 1780 بعد تقديمه لوحة المسيح المصلوب إلى أكاديمية دي سان فرناندو تم الاعتراف به بالإجماع كعضوف الأكاديمية عمل جويا على الرسوم النسيجية لما يقرب من عشرين عاماً وخلال ذلك رسم سبع مجموعات لقصور البرادو والإسكريال في هذه الأعمال يصور جويا الموضوعات النموذجية للمفروشات الإسبانية التي تخلت عن النماذج الفلمانكية بعد عام 1770 تناغماً مع أفكار التنوير وبدأ في هذا الوقت استخلاص الإلهام من الحياة الشعبية فرسم بين عامي 1778 و 1779 سلسلة من سبعة أعمال مخصصة لمفروشات غرفة نوم الأمير والأميرة من إستورياس في قصر إلبرادو ومن أبرزها هذه الرسومات التي تصور حياة السوق العامة فأبرز النساء في المقدمة يتفقدن بضاعة البائع وتظهر السيدة النبيلة من داخل عربتها تنظر إلى المشهد وهنا رجلين يظهر أنه مفتتنا بها وهنا نرى أنه صور عدة طبقات من المجتمع في لوحة واحدة بألوان متناغمة وباهتمام كبير بالتفاصيل التي نراها في بضاعة التاجر وفي نظرة النساء في حواره النمع البائع في عام 1789 بعد عام من اعتلاء شارلز الرابع الأرش تم تعيين غويا رسام البلاط بعد سنوات من النشاط في البلاط الملكي وفي ذلك الوقت كان أيضاً واحداً من أكثر فناني عصره شهرة في رسم البورتري فرسم الكثير من أصحاب الطبقات العليا في المجتمع مثل لوحة الدوق والدوقات من أوسونا كما كان لديه علاقات وثيقة مع السياسيين ومثقفية التنوير مثل غاسبردي جوفليانوس ومع كل هذا المجد مر غويا بأزمتين في حياته الأولى كانت المشاكل الصحية الخطيرة التي عانى منها في عام 1793 والتي تركته أصم وكانت الأزمة الثانية بعد بضع سنوات هي الأزمة الجماعية لحرب الاستقلال الإسبانية لوحتان رسمتا لإحياء إحداث الثاني والثالث من مايو 1808 اللوحتان رسمت للملك بين ربيع وخريف عام 1814 عند وصول فردناند السابع تصور اللوحة الأولى هجوم الوطنيين في صباح الثاني من مايو عام 1808 ضد المماليك المشاركين ضمن حرس نابليون الإمبراطوري واللوحة مفعمة بطاقة قوية وحركة انفعالية غضب من جهة ويأس من جهة أخرى وبعد هذه الأحداث وهذه الانتفاض الشعبية تصور لوحة الثالث من مايو الجيش الفرنسي وهو يطلق النار على المتمردين فالمحاربين بالأمس هم ضحايا اليوم نرى على ملامحهم الخوف واليأس وما زال يظهر وصول مجموعات تنتظر الإصطفاف أمام فوهات البنادق والتسليم بهذه النهاية بعد وصول فردناند السابع وعودة الملكية المطلقة نجا غويا من تطهير موظفي القصر واستمر في العمل لفترة كرسام البلاغ حتى تم استبداله وفي عام 1816 بدأ يشعر براحة أقل فأقل في مدريد حيث كان يتم سجن أصدقائه فانسحب إلى دائرته الداخلية من الأصدقاء فاشترى في عام 1819 لاكوينتا ديل سوردو أي بيت الرجل الأصم وهو منزل الريفي من الأراضي الزراعية المرتفعة وزين غويا جدران الغرفتين الرئيسيتين في الطابقين الأرضي والأول بلوحات جدارية رسم ما يسمى الآن باللوحات السوداء والترتيب الأصلي لرسم الجداريات غير معروف مما يجعلها صعبة التفسير ويبدو أن مواضيعها هي الشر والإرهاب والجهل والموت جميع القطع لها قابع معذب ومزعج تشترك جميعها في المبالغة في إظهار الموقف ضربات الفرشاح حرى بشكل ملحوب تظهر حيوية وطاقة قوية يظهر أيضا التباين القوي في الضوء والألوان عندما نقلت هذه الرسومات إلى لوحات وعرضت في متحف برادو لفتت الزوار وأصابتهم بالحيرة والإنبهار ومن أكثر هذه اللوحات غموضا لوحة غير مكتملة كانت في الدور الأول من المبنى ويظهر فيها رأس كلب يطل من خلف جر وكأنه يسقط أو يغرق ويظهر محدقا ليعطي المشاهد شعور بأن هناك شيء ما شعور مطلق مع كل هذا الفراغ الذي يحتل اللوحة تناقضات عجيبة بساطة في المحتوى تحديق وفراغ هل تعبر عن الوحدة؟ هل يعبر الكلب عن الوفاء والولاء وفراغ اللوحة يعكس وحدة الأوفياء؟ هل التحديق يعكس الضفة الأخرى حيث يجتمع أصحاب الخيانة والتسلق الاجتماعي؟ أفكار كثيرة راودتني عند تأمل هذه اللوحة هنا على خلفية سوداء تقريبا يظهر رجل عجوز يبدو أنه يأكل بحين أن شخصية أخرى ربما رجل عجوز آخر أو ربما الموت نفسه يرافقه أو يطارده تم رسم العمل في ضربات فرشات حرة كثيفة يناغم فيها بين البني والرمادي منظر تعبيري قوي يظهر في هذه اللوحة مشهد من كابوس لكل مشاهد أن يقرأه بنظرته الخاصة وبجانب هذه الجدارية جدارية لوكاديا زوريلا هذه اللوحة عرفت على أنها تمثل لوكاديا زوريلا منذ القرن التاسع عشر عاش قوي مع ليوكاديا في آخر أيامه لكن لم يكن يعرف إن كان بينهما أي علاقة عاطفية وأيضا لم تكن بهذه السنة الصغيرة التي تظهر في اللوحة ولكن قد يكون أراد الدمج بين الروح الفتية للشباب في إظهارها بهذه السنة الصغيرة مع هذه السماء التي يعد لونها الأكثر إشراقا في جميع لوحات المجموعة وبين الموت المتمثل في اللون الأسود والصورة الكابوسية في لوحة الرجل الذي يأكل نلاحظ من خلال هذا الطرح المختصر لسيرة حياة جويا مدى تأثير الأوضاع السياسية والاجتماعية على نفسيته وبالتالي على فنه فقد تأثر فنه من ناحية المواضيع والتقنية بشكل كبير على امتداد تغير أحواله النفسية تلك بسبب أزمة الحرب وما جلبته خسائرها الرهيبة من خيبة الأمل وعودة الملكية المطلقة وإحساسه بعدم الأمان بسبب أفكاره الليبرالية حينها وأزمة مرضه التي أثرت كثيرا عليه حتى فقد سمعه كلها عوامل أدت لظهور فن عظيم ومختلف ومؤثر جعلت من اسم جويا اسما لا يمكن تجاهله أو نسيانه في عالم الفن توفي أغويا في السادس عشر من إبريل عام 1828 شكرا للمشاهدة